مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد أنا رغاد وهاي قناتنا قناة تفاصيل تيوب فيديو اليوم هيكون عبارة عن يوتيوبرز مشهورين لن يفرحوا هذا العيد بسبب محزن وعشان تعرفوا الموضوع بالكامل خلونا نبلش أيام قليلة وبنستقبل عيد الفطر المبارك وأكيد أغلبنا بيجهز لاستقبال العيد من زينته وملابسه وحتى العيدية والأهل واللمة وكل شي بيخلينا نحس إنه إحنا فعليا بعيد الفطر مع أهلنا وأحبابنا وأكيد كلنا بهاليوم بنشارك بعضنا بكل شي بنعمله لكن في يوتيوبرز دلأسف ما رح يشاركونا هيك فرحة فعشان نعرف من هم اليوتيوبرز يلا خلونا نبلش أولا عائلة تالي نيتيوب وهي من ضمن عائلات اللي هاي السنة ما رح تحتفل بعيد الفطر والأغلب اعتقد إنه هالعائلة ما رح تحتفل بعيد الفطر لأنه هاي العائلة بتعيش بدولة أجنبية وما رح يحتفلوا ولا حيعرفوا يحتفلوا بعيد الفطر لكن الحقيقة خير هيك لأنه عائلة تالي نيتيوب هما ما بيحتفلوا بعيد الفطر وإلهم أعيادهم الخاصة اللي بيحتفلوا فيها وبهيك بتكون عائلة تالي نيتيوب من ضمن العائلات اللي ما رح تحتفل بعيد الفطر لأنهم بيحتلقوا الديانة المسيحية لكنهم دائما بعيدوا على المسلمين وبعيدوا على متابعينهم ثانية اليوتيوبرز اللي معنا واللي هي ريمستوب وهي من ضمن اليوتيوبرز المعروفين جدا على منصة يوتيوب وبتابعها عدد كبير جدا من المتابعين اكيد كنا بنعرف انه ريمستوب مسلمة الديانة وبنعرف انه سامت معنا شهر رمضان المبارك واكيد رح تعيد معنا على عيد الفتر لكن كتير بيحكوا لانه ريمستوب بتعيش بروسيا وانتو عارفين انه روسيا دولة اجنبية وما بتحتفل في الاعياد اللي بتخص المسلمين حكوا انه ريمستوب للأسف ما رح تعرف تحتفل بعيد الفتر مثلها مثل باقي اليوتيوبرز عشان هيك رح تحتفل بعيد الفتر بينها وبين نفسها وعائلتها لكنها اكيد رح تنزل فلوغة على قناتها على اليوتيوب وتحتفل مع متابعينها عشان تحس بفرحة العيد ثالثة اليوتيوبرز اللي معنا واللي هي عائلات سوبر فاميلي وهي من ضمن العائلات اللي ما رح تحتفل بعيد الفتر لانه هالعائلة ايضا مسيحية الديانة وهم برضو ما بيحتفلوا بعياد المسلمين وإنهم عيادهم الخاصة اللي بيحتفلوا فيها لكنهم ايضا من ضمن العائلات المسيحية اللي دائما بيهنوا المسلمين بأي عيد فتر أو أي عيد خاص بالمسلمين رابع اليوتيوبرز اللي معنا واللي هي كارولين مارولين وهي من ضمن اليوتيوبرز اللي بتابعها عدد بير جدا من المتابعين ايضا للأسف كارولين مارولين ما رح تحتفل معنا بعيد الفتر وهالشي لانها بتعتنق ايضا انديانة المسيحية وهي ايضا ما بتحتفل في اعياد المسلمين لكنها ايضا دائما بتهني متابعينها بقدوم اي مناسبة دينية لهم هيك بكون عرفتكم على بعض اليوتيوبرز اللي ما رح يحتفلوا بعيد الفطر معنا هيك بنكون انهينا هالفيديو لهدي اليوم احكوا لي شو رأيكم بالفيديو بالتعليقات لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو والضغط على جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل فيديو جديد بنزله على قناتنا وشكرا لمشاهدتكم